على صعيد آخر احتفلت بطرياركية الروم الأرثوذكس في الأرض المقدسة بعيد الشعنين وهو اليوم الذي نتذكر فيه دخول السيد المسيحي إلى القدس كملكا واستقباله من الجموع بسعف النخيل والزيتون صارخين هو شعن مبارك الآت باسم الرب وبهذه المناسبة ترأس غبطة البطريارك كيريوس كيريوس دي أوفلوس الثالث خدمة صلاة الغروب في كنيسة القيامة بمشاركة أباء من أخوية القبر المقدس وبعد الخدمة أقيمت المسيرة التقليدية بالأيقونة المقدسة من دير بيت فاجي وصولا إلى دير القدي سيم يوكي محنف في البلدة القديمة وفي صباح يوم أحد الشعنين ترأس غبطته خدمة القدس الإلهي في ذات الكنيسة بمشاركة عدد من رؤساء الأساقفة وأباء وشمامسة أخوية القبر المقدس وحجد كبير من المصلين من الأرض المقدسة وحجاج قادمين من خارج البلاد وشخصيات دبلوماسية ورسمية وبعد القدس أقيمت الدورة التقليدية حول القبر المقدس مع سعف النخيل وبعدها توجه الموكب البطرياركي إلى دار البطرياركية لتبادل التهاني